وشرفه بالحضور فخامة الرئيسة الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجلالة ملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وفخامة الرئيسة الفلسطيني محمود عباس وجمع من المسؤولين رفيع المستوى للدول العربية والأجنبية وهو أؤكد أن مصر لم ولن تدخر جهداً في دعم سمود الشعب الفلسطيني أمام ما يتعرض له في الوقت الحالي من مراسات قمعية متزايدة وانتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان وذلك في تحدي لإرادة المجتمع الدولي وللالانتزامات وتعهدات سبقاً قبلت بها إسرائيل وأننا سنستمر في اتصالاتنا بجميع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل دعم مصار السلام وحماية الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق أصحاب السمو والمعالي لقد تألمنا جميعاً مما أحدثه الزلزال المدمر الذي طال سوريا وتركيا في شهر فبراير الماضي وأنني أتقدم من هنا مجدداً بخالص العزاء لدولتي وشعبي سوريا وتركيا في ضحايا تلك الكارثة مجدداً التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية إلى جوارهم في مصابهم لقد سارعت دولنا إلى تقديم يد المساعدة للشعبين الشقيقين في سوريا وتركيا ونقل رسالة تضامن ومساندة كتعبير صادق عما يجمع شعوب المنطقة من روابط وصلات إنسانية وتاريخية عميقة ومتجذرة إن هذه الروابط هي التي تدفعنا دوماً للتأكيد على حرصنا على تسوية الأزمة في سوريا في أسرع الأجال وفقاً لقراراتها الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومن أجل الحفاظ على سلامة ووحدة الدولة السورية ودعم مؤسساتها وإنهاء كافة سوريا الإرهاب والتدخل الأجنبي بها ووضع حد لمعاناة شعبها الشقيق كما إنه من ذات المنطلق الذي يدفعنا للتجديد على ضرورة أن تكون العلاقات العربية مع الدول الجارة قائمة على حسن الجوار والالتزام المتبادل بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتركيز على ما يجمع شعوبنا من روابط عميقة لبناء عليها بهدف تعزيز العلاقات وتطويرها لخدمة مصالح تلك الشعوب لقد شهدت الأوضاع في ليبيا مؤخرا تطورات هامة وجوهرية تمثلت في اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر وصدوره